أحاولنا لنقاشنا حول الاحتجاج الذي قامت به الوكالات السياحية البارحة أمام مديرية الخطوط الجوية الجزائرية معنا في البلاتو مثل ما سبق وذكرت ياسين لبعلي نائب رئيس نقابة الوكالات السياحية سياسين أهلا بك مجددا نبدأ ربما من هل الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب الخطوط الجوية الجزائرية هل توصلتم إلى اتفاق معين حول تعويضكم من طرف الخطوط الجوية الجزائرية ومن ثم تعويض الزبائل نعم في بداية الحديث الوكالات السياحية ووضعية الوكالات السياحية حاليا هي في وضعية يرتلها ولا تحسد عليه بحيث في هذه الأوينة الأخيرة الوكالة السياحية اللي هي بش النور المواطن اللي هي حلقة وسيط بينها وبين مختلف الخطوط الجوية سواء كانت الجزائرية أو الأجنبية فإذن في الأوينة الأخيرة هذه كل الوكالات السياحية في حالة استنفار بحيث المواطن كل المواطنين وهذا يعني لخطورة يعني الوضع اللي رح يتعيش فيه جميع البلدان والنداءات المتكررة من طرف أكبر هيئات مسؤولة على الوطن واللي هي خداة قرار أنه توقف كل الأصفار من وإلى الجزائر فالمواطن هذه الأيام يضغط على الوكالة السياحية لاسترجاع مستحقاته واسترجاع أمواله فبالتالي كانت هذه الوقفة ولو أنها كانت وقفة رمزية بحيث كان عدد قليل من الوكالات السياحية نظرا لخطورة الأمر غير ممكن أن نادي يعني 100 أو 200 وكالة سياحية لتجمع لكن لإيصال رسالة لإيصال رسالة بطبيعة الحال لأنه قبل هذه الوقفة كان فيه اتصالات مع بعض المسؤولين على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية سواء كان في المديرية التجارية أو في المديرية العامة فإذن أمس قررنا لأنه على مستوى هذه المديريات كانوا يقولوا لازم يكون قرار من أعلى هيئة ومن أعلى سلطة على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية وهذا لجرنا أمس أننا ندير هذه الوقفة الرمزية ومن ثم قد استقبلنا من طرف الأمين العام للمديرية وبعد ذلك استقبلنا كذلك في نفس الوقت من طرف المدير العام المهم والأهم أنه الخطوط الجوية الجزائرية اخذت مسؤوليتها وتحتملت مسؤوليتها وبعتت رسالة إطمئنان وتعهدوا أمامنا وقالوا بلليوم رح يكون اجتماع على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية بحيث رح يخذوا قرارات بالنسبة لاسترجاع أليت تعويد أليت تعويد نعم تفقنا على أليت تعويد اللي هي الأليت تعويد كيف رح تكون استرجاع مستحقات وأموال الوكالات السياحية لأنه فيه بعض الوكالات السياحية اللي عنده سبع ملاير رحي موجودة عند الخطوط الجوية الجزائرية كاللي عنده ثلاثة كاللي عنده أربعة يعني أموال باهضة واتطرقنا إليها وقلنا كيفية استرجاع هذه الأموال لأنه ليكون في علم الجميع حنا كنا مقبيلين على عطلة الرابع بالنسبة للعطلة الرابع كل الوكالات السياحية منظمة برامج سياحية وباش تنظم برنامج سياحي لازم تتخلص الوكالة سواء كانت الخطوط الجوية الجزائرية أو خطوط أجنابية تتخلصها شهرين من قبل وتخلص الإيزوتال وتريح تستنى باش تبدأ تبيع في البرودويد كذلك بالنسبة للعمراء وهذا شيء معروف ولغة مفهومة عند الوكالات السياحية وعند أصحاب الخطوط الجوية الجزائرية كانت أم أجنابية الآن نحن نطالب باسترجاع أموال الوكالات السياحية ما هوش تعطيني تقول لي مثلا خلي هذه الأموال عندي المعمول به في بعض الأزمات الخفيفة هذه الأزمات ما لا بنشح لرحدهم فبالتالي نحن نطالب استرجاع الأموال للوكالات السياحية ومن ثم الوكالة السياحية ترد الأموال تاعة المواطنين أمس في اللقاء كان فيه أقول تعهد من طرف سيد السيكريتر جينيرال كذلك من طرف المدير العام سيد علاش وانتحيهم من هذا المنبر لأنهم يعني يوعدون أنه غادة اليوم الخاميس راح تكون فيه مراسلة رسمية تطمئن الوكالات السياحية الجزائرية أنها تسترجع تسترجع لهم الأموال التحهم وقلنا هذا كيفية كيفاش يردوا الأموال ديالهم يعني على الأقل يتكون خمسين بالمئة يردوها نقدا بحيث باش يقدروا هما كذلك يردو دراهم تعالنا نطمئن الزبائن نطمئن المواطنين أن الأموال هم سترجع نطمئن الزبائن ونطمئن المواطن ونطمئن الوكالات السياحية أنه غدا يوم الخميس إن شاء الله راح تكون مراسلة رسمية من طرف الخطوط الجوية الجزائرية هذا الشيء ليوعدونا به وإن شاء الله يطبقوه أنا لا أظن يعني مسؤول يعني كبير في الخطوط الجوية الجزائرية راح يتلفظ بكلام كما هذا لو ما راحش يطبقوه فإذن هذه أول رسالة إطمئنان كذلك فيه إجراء آخر ألا وهو أننا حتى نساعد الخطوط الجوية الجزائرية ونخفف الضغط عليها لما يعني نستقبله إحنا الزبائن في الوكالات عندنا يعني نقولولو أنه عنده فرصة حتى يوم 31 ديسمبر يعني الناس اللي راههم مسافرين ويعني إلغاء الرحلات التاحهم وترغات الرحلة التاعه ممكن أنه يسافر حتى يوم 31 ديسمبر 2020 بدون ما يدفع وبدون ما يتغير السعر التذكيره يعني هذا الإنسان لو يحب يسافر على الشهر ولا على شهرين ولا على ثلث شهر يعاود يرجع للوكالة السياحية الوكالة السياحية تلتزم ما التزمت به الخطوط الجوية الجزائرية أنها تغير له الرحلة بدون فيناليتي وتحافظ على نفس السعر التذكيره معلش نقطة أخيرة ما قلنش وقت كنصائح للوكالات السياحية من جهة كتدابير وقائية للتعقيم والتنظيف إلى غيرها وكذلك لمختلف المسافرين اليوم ما نصحتهم به وزارة الصحة أنه كل مواطن يلتزم بيته ولا ينتقل إلا عند الضرورة أما بالنسبة للوكالات السياحية هل تعال قولنا نشاطاتكم؟ هذا السؤال على ما نعلقش نشاط تاعي حتى نقول للمواطن أنه الوكالة السياحية راه موجودة وره تتحمل مسؤوليتها ورح ترد جميع الأموال تاعة المواطنين هذا من باب المسؤولية لكن الرسالة اللي نقولها للمواطن أنه يصبر على الوكالة السياحية ونحن نصبر على مختلف الخطوط الجوية التي نتعامل معها حتى نسترجع الأموال هذه في أقرب وقت إن شاء الله ومن ثم نرجحها للمواطنين إن شاء الله في أقرب الآجل إن شاء الله شكرا لك ياسين البعية نائب رئيس النقابة الوكالات السياحية ومفقون إن شاء الله في مهمكم السلامة للجميع إن شاء الله